أياد الخير الكويتية تواصل جولاتها الإنسانية في شتى بقاع المعمورة هذه المرة حطت في تونس لدعم الأشقاء في مكافحة فيروس كورونا نعم وزعت الأمانة العامة للأوقاف وبالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية أجهزة طبية متنوعة للمستشفيات ودور المسنين في إطار المشاريع الخيرية الكويتية في تونس مولت الأمانة العامة للأوقاف بدورة الكويت بالتعاون مع الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية تنفيذ مشروع إنساني هام يتضمن توزيع 240 جهاز تنفس اصطناعي متطور لمساعدة المستشفيات ودور المسنين على مجابهة تأثيرات جائحة الكوفيد وقد تم اليوم بالتنسيق مع شبكة غوصن الزيتون للجمعيات التنموية بمحافظة سفاقص توزيع 20 جهاز تنفس في محافظة باجة اليوم نشهد المد التضامني معتها دولة الكويت أميرا وشعبا وبتبيعة معتها لساندونا في الميحان الكبرى والدعم هذا أساسا متواصل معتها متواصل على طول السنة سواء معتها في القطاع الصحي ولا غير القطاع الصحي وبتبيعة الحال الدعم ماذا يشهد ولاية الجمهورية ونخصه بالذكر اليوم معتها ولاية باجة ولاية باجة مهذه المرة هذه معتها اللفتة الثانية فيما يخص تدعيم القطاع الصحي بولاية باجة شكرا لدولة الكويت أميرا وشعبا ومنظمات التي وقفت بجانبنا ومدت يد المساعدة في فترة شهدنا فيها جائحة لأن منها المواطنون وانتشرت بنسبة كبيرة فالحمد للهذه الآلات ستكون رافيدا لمساعدة المواطنين وخدمتهم وتوفير هذه الآلات للمرضى بالمستشفيات وأيضا في منازلهم وقد انتفعت بهذه الأجهزة الأقسام الخاصة بعلاج كوفيد-19 بعدد من مشافي باجة فضلا عن دار المسنين بهذه الجهة هذه معتها مشي أول مرة جينا دولة الكويت الشقيقة قد ساعدتنا قبل في الماضي وقدمتنا عديد المساعدات منها الأغطية، منها المواد الغذائية، منها مواد التعقيم ونشكرهم على السنة هذه دائم منذات متواصلة بالمناسبة نتقدمه بتحية خالصة وحارة لكل من ساهم في العمل التطوع هذا والتبرع من أجل مجابهة الموجة الجديدة لكورونا وفي الليطار هذا التطوع نحن في دار المسنين في باجة حيث تم فريق مختص يقوم بعملية التعقيم للمكان وبالتنسيق مع شبكة غوصن الزيتون للجمعيات التنموية بيسفاقس سيتم توزيع بقية الأجهزة في محافظات سيدي بوزيد والقصرين وبدنين وجابس والمهدية والقيروان والسفاقس 240 جهاز تنفس إصطناعي سيتم توزيعها على حوالي 10 محافظات تونسية في تواصل للدعم الإنساني الخيري الكويتي السخي وكذلك في امتداد مع الجسر الجوي الذي فتحته دولة الكويت لمساعدة تونس على مجابهة تأثيرات جائحة كوفيد ناجح المساوي تلفزيون دولة الكويت باجا تونس ترجمة نانسي قنقر